السلام عليكم ورحمة الله الشركة التي تقوم بالتوضيث كيبيك أونتت معروف عالميا هذا الموقع الذي يتوفر في العديد من الفرص. أنا دخلت على ستجدون الموقع في صندوق الوصف أهم شيء عندي وخارج حدود كندا هنا للمشككين ومن يقول أن هذه المواقع غير حقيقية أو إذن هنا سوف تجد العديد من الشركات في المنطقة توضيف العمالة المايرة خارج حدود كندا. خارج حدود كندا. أنا أعيدها لكي تكون متأكد مما أقوله. إذن ستفجد الإدارة والمحاسبة والعب الفيديو والصناعة وهنا شركات في الميكانيك الشحينات في الأبحاث في التموين والضيافة في التكنولوجيا المعلومات. سأريك كيف دخلت هنا وأريك طريقة التقديم على هنا النقل والسيارات الجهاز الأغذية في الزراعة كل هذه شركة ترسلها أرسل لها سيرتك الذاتية وإذا تعثر عليك الأمر فاتصل عليهم وقل أنك أرسلت سيرتك الذاتية. هذه من الطرق السهلة والطرق الاحترافية التي يقوم بها العديد من الأشخاص. فهناك من يرسل سيرته الذاتية وينتظر الرد ولا يأتي رد فممكن أن تدخل على موقع الويب لأي شركة من هذه الشركات ثم تتصل هاتفيا من دولتك العربية من أي دولة أنت موجود فيها فاتصل عليهم وقل أنك أرسلتها سيرتك الذاتية بهذا الاسم في هذا القطع. فمثلا ندخل على تجهز أغذية والطعام إدارة برايتون الزراعية تضغط عليه هكذا. سوف يحولك إلى هذا الموقع. إذا سوف يعطوك عنه هذا العنصر الذي تطلبه غير موجود. ابحث بدلا من ذلك. هذه الشركة سوف تضغط على هذه الثلاثة نقعة فوق. ثم تذهب إلى قطاع الزراعة. هنا تصفح الموقع. فهو يوجد الكثير من المجالات. أنا سألخص لك وأريك. الطريقة الصحيحة وأنت تبحث. تضغط على قطاع الزراعة مثلا. هنا سوف تجد هذه الشركة والشحينات المخصصة لنقل ما تحتويه. هنا أطعمات شركة برايتون ومطاحن دقيق. هكذا تقرأ كل هذه المعلومات عن هذه الشركة. وهناك ترحيب أيضا كل هذه الثلاث خطوط فوق تحدد لك الموضوع والترحيب وما إلى ذلك. إذن سوف تجد هذه الشركة على هذا الشكل. تضغط على ثلاثة نقاط. ثم تذهب إلى فرص العمل. تضغط على فرص العمل في هذه الشركة. فرص توضيف نحن نبحث دائما عن شخص متحمسين للعمل في منشآتنا وهكذا. ثم تجد هنا القطاعات. يمكنك البحث في أي قطاع في الزراعة وتجهيز الأغذية في التسويق. هنا جميع القطاعات شاهدها وتصفحها ودخل على مجالك وأرسل سيرتك الذاتية. سأريك السيرة الذاتية لمقاطعة كيبيك كيف ترسل فهي موجودة في الصفحة الرئيسية. سوف نذهب إلى ذلك أيضا. إذن سوف تجدنا الشركة وتخصصاتها وما إلى ذلك عبر الموقع. تصفحوا جيدا. إذن سوف تدخل معي أخي الكريم أختي الكريمة إلى هنا. سوف تحدد القطاع مثلا الزراعة والأغذية ثم تضغط على البحث. ريتك في الصفحة الرئيسية أن فرص توضيف من خارج حدود كندا. أنا يعني أقول لك أنها خارج حدود كندا. فهم يبحثون من خارج كندا. أعيدها دائما لكي تكون مرتاح. إذن تضغط على هذه الصفحة مضيف الرحلة هنا. تضغط عليها كده. بعد الضغط على مضيف الرحلة. فلا تأخذ بالترجمة فهي فقط لأن المحتوى بالعربية. وصف مجزل الوظيفة هنا. ومسؤول عن استلام البطائع وشحنها. هنا المهام والمسؤوليات. وسوف تجد المؤهلات ثانوية وبطاقة سائق. بالنسبة لهذه المهنة. ميان كثيرة شركة كثيرة عن أوريك طريقة تقديم فقط. هنا الحكم الداتي والقدرة على العمل وسرعة هنا المتطلبات لفسق الفازات وما إلى ذلك. نوع الوظيفة دوام كامل ودائم. إذن هنا بالنسبة لحالة تأهب. كن على التطلع بفرص العمل التي تلبي. إذا كنت تريد للطلع سوف ترسل هنا عبر تصنيف الوظيفي. إذن قدم طلب على الانترنت. لتخديم الوظيفة متاحة عبر الانترنت. أحدد الوظيفة التي تهمك. وأكمل الحقول المطلوبة لسلسلتك الذاتية إلى بنك المرشحي لدينا. تحقق من الطلب التلقائي واختر فئة الوظيفة المطلوبة. هنا موقع مرغوب فيه. سوف تحدد آآ في اي قطاع انت. اي قطاع هنا عامل الصرف الصحي مثلا سبعتاش تمنتاش دولار تضغط عليه ككذا. ثم تضغط على تطبيق تلقائي. ثم فئة الوظائف نفس الفئة. سوف تختار الفئة التي انت اخترتها. هكذا على سبيل المثال. او اي مينة مثلا في اي قطاع. ممكن المشاهدة او العامل هكذا. ثم تختار نفس فئة الوظيفة في المشغل والعامل التي اخترت انت. لا تختار آآ المينة تكون آآ غير متناسقة مع بعضها. يجب ان تكون متناسقة في العامل. فهنا مثلا هكذا على هذا الشكل. ثم تضع الكينيا الاسم الاول الهاتف بريد الالكتروني. اي تعليقات خطاب تحفيزي. هذه التعليقات. تضع فيها خطاب تحفيزي وانك مهتم لهذه المينة والى ذلك. ثم تضغط على ارفق سيرتك الذاتية. سوف يفتح عندك تنزيلاتها. ثم ترسل سيرتك الذاتية بالفرنسية او بالانجليزية. ثم انا لست روبوت ثم ترسل. هكذا تكون قد ارسلت الى هذه المينة بكل احترافية الى هذه الشركة. شركات كثيرة سوف اريك شركتان يتابع معي. سوف نعود. سوف نعود هكذا. الى نفس الصفحة التي اه الرئيسية التي نبحث فيها عن فرص العمل في الشركات. تعود ثم اه فعلى سبيل المثال هناك شركة قد تصفحتها. اه هي بهذا الاسم. سوف تجد هنا تصنيع اطلس. تضغط على تصنيع اطلس. صانع. هنا اذا كنت سودور حيث يجد الفلاد والجرعة بنسبة لمن يشتغل في مينة تلحيم. لحم. هل يمكن ان تكلم ان تكملنا موايبك. هكذا تقرأ هذه هنا عرض الوظائف. هنا لحم مهندس مدقق. اه كل عامل مياومة مدير مشروع لمن هم خارج كندا. ثم هذه الشركة اه تتواصل معها وترسل لها كما اريتك. اه الان طريقة الارسال سهلة جدا. ترسل سيرتك الذاتية. هنا سوف تطبيق تلقائي. تضع الاسم والاول والعنوان والبريد الالكتروني والهاتف والوظيفة ورسالتك. رسالتك يعني خطاب تحفيزي. هنا ارفاق. ارسال سيرتك الذاتية. اه ارفاق خطاب تحفيزي. تكتبه وتضعه بدي اف عندك وترسله. ثم تضغط على ترسل. هذا بالنسبة لمن يهمه في قطاع الفلاد والتلحيم. وهنا الجيمائل ورقم الهاتف. لا تنسى ان تتصل بهم هاتفيا. اذا لم يكن رد. فهناك من تكون عنده سيرتك الذاتية لمدة ستة اشهر. اه اذا لم يرد عليك في الشهرين. يمكنك الاتصال عليه مباشرة. هنا الشركة كما اريتك كلها. اذا سوف تعود الى الصفحة الرئيسية. هنا ارجع. هنا تجد العمل في كيبك. هذه هي الصفحة الرئيسية. بالنسبة لهذا معروفة كيبو كونتت عالميا. بعثت التوظيف. وانا دخلت عبر الموقع هنا بالشركة التي تقوم في التوظيف وضغطت عليها وشرحت لك كيف ترسل الشركات. هنا سيرتك الذاتية في كيبك. تضغط على سيرتك الذاتية في كيبك. ثم تتعلم طريقة الارسال من اجل تعديم فرصك في العطور على وظيفة ندعوك للتقدم. هنا سوف تعرف كل شيء عن السيرة الذاتية. اخي الكريم اختي الكريمة لا اريد ان اطيل الفيديو فانا لخصت لك فقط. اعطيتك ما هو اساسي فتصفح الموقع وتجد الشركات والسيرة الذاتية والانشطة وعروض العمل. كل شيء تجده في هذه الصفحة. فهناك وظائف رائعة وفي متناول يد كما هو مكتوب. وانفتحهم على العالم وخدمتهم الشخصية للمهاجرين. اقرأ هذا وتصفح هذه الفيديوهات. وهنا بعض القطاعات في الطلب. انت تبحث في هذه القطاعات التي تخصك وفي مئنتك هنا بناء الاخشاب مثلا باللون الازرق تضغط عليها. تعطيك معلومات عن المهنة هذه في بناء الاخشاب. اذا كنت نجار او ما الى ذلك. هنا سوف تتصفحها وترسل لهم كما اريتك. اخي الكريم اختي الكريمة سوف تضغط على هذه الثلاث خطوط هنا. ثم تجد بعض التصريح والانشطة والمدونة. فمثلا تضغط على الترحيب هنا اقصى اليسار. فالموضوع جدا مهم ويومك ولا يطلبون منك ما هو تعجيزي. هنا في الترحيب تجد مدينة على نطاق انساني. تجنيد من نسبة للطلاب الفرنسيين. ايام تضيف طلابي ايام كيبك العالمية. اكتشف عروض العمل المتاحة. توضيف كيبك الموظفين والعمل من جميع انحاء العالم اخي الكريم اختي الكريمة. من جميع انحاء العالم كما ترى. وانا لا احضر شيئا من عندي. تصفح هذا الموقع فهو جدا رائع. وسوف يساعدك في الحصول على اه دورة تدريبية. وكل هذا سوف تجد في هذا الموقع تضغط مثلا عن اه ايام كيبك توضيف في جميع انحاء العالم على هذي باللون الاخضر. هنا كيف تقوم بتجنيد في جميع انحاء العالم ايام كيبك. هنا من اه يعني مشاركة الامر سهل للغاية مكتوبة عندك هنا. وتسجيل باكمل مجاني تماما للمتقدمين. عملية التسجيل مجانية. فلا تقول انك ستدفع اي شيء. واليك ايام كيبك القادمة هنا في فرنسا لا تدخل عليها. هنا لا تدخل هنا لا تدخل بنسبة السينيغال. هنا ايام كيبك العالمية. وهنا التسجيل من اه واحد ديسمبر الى سبعتاشر يناير الفين وواحد وعشرين. المقابلات من التامنة الى من تمانية الى تستعتاشر فبراير في الوضع الافتراضي تضغط على سجل. انا ادخلتك للشركات لكي تعرف وتتواصل وترسل سيرتك الذاتية هنا لزخطن بلواو كيبك كندا. انت ما عليك سوى التسجيل في الموقع هنا بعض الميع سوف تجدها وارسل سيرتك الذاتية. وتمنى لكم حظا موافقا واي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة.